الوقف على المشدد نحو قوله تعالى سبحانه هو الغني قد تبين الرشد من الغي بعضكم لبعض عدو إلى ربك يومئذ المستقر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الأمر نص عليه القدماء منهم مكي بن أبي طالب رحمه الله قبل ألف عام قال سم أفرد بابا في كتابه الرعاية سمه باب الوقف على المشدد وبين بأن هذه الحروف لابد من بيان التشديد القدماء كانوا يسمونه بيان التشديد الآن في علم الأصوات الحديث يسمونه النبر بمعنى الضغط على الحرف وهذا أمر متلقى أنا بالنسبة لي تلقيت على كل الشيوخ هكذا هو الغني ولا يصح أن نقول هو الغني هكذا ممطوطة أو ممدودة مدا طبيعيا لابد من الضغط يصلون على النبي لما خلقت بيدي ونخيص عليه كذلك بالنسبة إلى ربك يومئذ المستقر قر بضغط من لما ننتخل من القاف إلى الرأي كذلك يعني مما تلقينا عن الشيوخ فاتح سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر عادي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لأن الرأم شدد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر لأن أصلها مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر أيضا ما فيها الضغط إذن الضغط يكون على الحرف المشدد فإن لم يصبها وابل فطل يتخبطه الشيطان من المس وهكذا نعم ترجمة نانسي قنقر